اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير اطلت هاندا ارشل قبل ايام في حفل تعاونها مع ماركت ايموشن بهذا الفستان البسيط والذي لفتت به الانظار بجمالها المعتاد وبينما تظهر لكم فيديوات وصور لهاندا يا اصدقائي من الحفل سأترجم لكم كلامها مع الصحافة حيث تكلمت هاندا عن حفل زفاف اصدقائهم وقالت انه كان ممتع للغاية وجميل وقال لها الصحفي لقد شاركتي صورة مع السيدها كان سبانجي وقامت والدته السيدة ارزا سبانجي بوضع قلب لكم واصبع الحديث انك اصبحت العروس التي تمت الموافقة عليها وهنا ابتسمت هاندا وقالت يا اصدقاء من فضلكم لا اعتقد اننا يجب ان ندخل بمحادثة كهذه لا تدخلونني بها في يوم كهذا اما عن اعمالها الجديدة قالت هاندا هناك عمل اقرأه الان قد احببته كثيرا لم يتضح تماما لذلك لا استطيع اعطاء تفاصيل عنه لكنه سيأتي مع السؤال كيف تريد ان تكون مشاريحات جديدة قالت هاندا من المهم ان اشعر بالراحة فقط يكفي ان احب الشخصية بالطبع فريق العمل مهم جدا ولكن حتى الان كل شيء كان جيد جدا قال لها الصحفي هل هناك شخصية تودين تجسيدها قالت هاندا بالطبع يوجد كما هو الحال في حلم كل ممثل هناك شخصيات كثيرة ولكن العمل الذي اقرأه الان عن فتاة تتمتع بالكثير من الشرارة ترفع طاقتي كنت اريد شيء كهذا منذ وقت طويل وقد حدث اأمل ان يكون جميلا قال لها الصحفي هل لديك اي محرمات مهنية ردت هاندا قائلة كلا لا يوجد اي شيء من هذا لدي وشكرت هاندا الصحافة ودخلت لمكان الحفل والان اخبروني هل انتم متحمسين لعمل هاندا القادم وما رأيكم باطلالتها بهذا الفستان كم تعطونها من 10 يشاركوني اراكم في التعليقات الى اللقاء بالفيديو القادم